نبدأ العب الجماعية من كرة اليد والمنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني كارلوس باستور هيخوض الشهر المقبل وتحديدا يومي 4 و 6 نوفمبر مبارتين وديتين مع منتخب اليابان في القاهرة طبعا ده ضمن الإسعدادات لخوض منافسات بطولة العالم اللي هتقام في يناير المقبل إن شاء الله عشرين خمسة وعشرين معسكر المنتخب الوطني هينطلق أواخر الإسبوع الجاري ويكون فيه طبعا علد من المعسكرات الخارجية والداخلية ومشاركات في بطولات دولية استعدادا للمشاركة في بطولة العالم منتخب طبعا بيسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في بطولة العالم المقبلة بعد الفشل في التأهل للمربع الذهبي بأولمبياد بريس عشرين أربعة وعشرين طبعا منتخبنا نعرف أنه في أولمبياد توكو كان حقق المركز الرابع وعمرنا ما وصلنا المربع إزاي في بطولات العالم فكل التوفيق طبعا لمنتخبنا وإن شاء الله يحققوا إنجاز كبير في بضوط العالم المقبلة وتكون إن شاء الله نكون من ضمن المربع الزهبي أما على المستوى المحلي فالفريل الأول لكورة اليد بنادي سبورتينج بيواصل تصدره لجدول دوري المحترفين بـ 22 نقطة من 10 مباريات بواقع 7 انتصارات و3 هزائم وفي المركز الثاني بيجي طبعا النادي البنك الاهلي بـ 21 نقطة من 8 مباريات ونهاية طلاقة الجيش في المركز الثالث برصيد و21 نقطة من 9 مباريات طبعا نعرفين التالي دي طبعا في غياب النادي الأهلي والزاميك لأنهم كانوا مشاركين في بطولة العالم الأندية اللي كانت أقيمت في العصابة الإدارية وكان النادي الأهلي توج بالمركز الثالث بعد كانت توجههم بباشرة للمغرب لبطولة إفريقيا واللي فاز بيها النادي الأهلي كل فريق طبعا منهم كان لعب 3 مباريات فقط طبعا قبل في بطولة الدوري قبل مشاركة في بطولات الدولية بكده خلصت أخبار ألعبنا الجامعية لكن لسه عندنا أخبار